موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين رئيس الجمهورية يشيد بالدور الأمريكي والألماني المساند لشرعية في اليمن أبطال الجيش الوطني في جبهة حميرت بتعز يكبدون ميليشي الحوثي خسائر فادحة وزير الإعلام قوات الشرعية تطوق العاصمة صنعاء وقرار الاتحام لم يتخذ بعد موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي على أهمية الدور الأمريكي الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مختلف المواقف والظروف لاستعادة الدولة التي انقلب عليها الميليشي الحوثي المتمردة أشهد رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم لسفير الولايات المتحدة الأمريكي ماثيو تولر بمواقف أمريكا التي تدين الميليشي الحوثية ومن خلفها إيران والتي تمدهم بالمال والسلاح لتدمير البلد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وأشار رئيس الجمهورية إلى تدخلات إيران بالخبراء وتهريب السلاح للميليشي الحوثية المتمردة بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم مع السفير الألماني لدى اليمن هينسورغ هابير مستجدات الأوضاع الراهنة وفرص السلام في اليمن وأشهد رئيس الجمهورية بدور ألمانيا الداعم لليمن من أجل تحقيق السلام المرتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 وأشار رئيس الجمهورية إلى تعنت الميليشي الحوثية ورفضها لفرص السلام خلال المراحل والمحطات الماضية وعدم اكتراثهم بمصلحة الشعب اليمني وقرارات الشرعية الدولية من جانبه جدد السفير الألماني موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية أشهد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني والملاحم الخالدة التي يسطرونها في سبيل تحرير محافظة تعز وإنهاء المعاناة عن أبناء تعز جاء ذلك في اتصالين هاتفيين بكل من محافظ محافظة تعز أمين محمود وقائد المنطقة العسكرية الرابعة الليواروكن فضل حسن للاطلاع على المسجدات في تعز وسير عمليات استكمال التحرير وأكد نائب الرئيس اهتمام الشرعية والتحالف باستكمال تحرير تعز التي يقدم أبناؤها بشكل يومي نماذج منقطعة النظير في الصمود والاستبسال بوجه الميليشيا الحوثية الإرهابية وثمن الدور الأخوي لدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة قال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر إن الميليشيا الحوثية تستولي على 120 مليار يمني بشكل شهري في وقت لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين البدنيين والعسكريين في اليمن لعام 2014 سبعين مليار ريال يمني شهريا وقال الجابر في تغييدة على تويتر إن الميليشيا تقوم بأخذ الضرائب على المصانع والجمارك والرسوم على الواردات وتخلق سوقا سوداء للمشتقة النفطية والغاز وأكد آل جابر استمرار المملكة العربية السعودية في دعم اليمن في مختلف المجالات حتى تعود كما كانت سعيدة وأشار إلى أنه خلال شهر من بدء خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن أغاثت المملكة العربية السعودية أكثر من مليون مواطن في اليمن تسببت مليشي الحوث الإيرانية في تجويعهم وتشريدهم نوه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المسشار القانوني منصور بن أحمد المنصور بالجهود الكبيرة المبذولة من دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن المعنية بتقديم أفضل ما يمكن من الدعم للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية سواء على المستوى الإنساني المثالي الذي تشهده الأراضي اليمنية حاليا أو على مستوى الدعم العسكري للجيش اليمني النظامي عبر عمليات عسكرية غالبا ما تكون جوية ودائما ما تأخذ من الدقة في ضرب الأهداف العسكرية أولوية متعمدة على تقنيات حربية حديثة ومتقدمة ومتطورة تضمن الإصابة المباشرة والدقيقة لأهدافها العسكرية والمتمثلة في مواقع عسكرية للميليشي الحوثية المدعومة من إيران إلى جانب مراعاة أن تكون هذه الضربات الجوية متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وقواعد الاشتباك جاء ذلك خلال استعراضه في مؤتمره الصحفي عقده اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة السعودية الرياض نتائج تحقيق فريق التقييم في الادعاءات الموجهة من جهات ومنظمات دولية للعمليات العسكرية المنفذة من قوات التحالف في اليمن واستهدافها عناصر أو مواقع لميليشي الحوثي لافتا للانتباه إلى أن الضربات الجوية العسكرية التي نفذتها طائرات قوات التحالف كانت دقيقة جدا في تحديد أهدافها وفق الإجراءات القانونية الدولية ذات العلاقة بقواعد الاشتباك العسكري وبلغ عدد الحالة التي أوردها المنصور في هذا المؤتمر الرابع عشر حالة الدعاء جرت تحقق فيها وتقييمها مؤخرا وتمثل استكمالا لحالات مماثلة خضعت للتقييم منذ بدء أعمال الفريق الذي شكل عبر مبادرة من دول التحالف العربي والذي شكل عبر مبادرة من التحالف العربي تهدف إلى التركيز في تنفيذ عمل عسكري مثالي ومتقن يضمن الحفاظ على أرواح المدنيين بوصفه أهمية وأولوية لا يمكن التهاون بها وتؤكد الجدية من قبل هذه الدول في تحملها نتائج أي خطأ قد يطر على هذا العمل العسكري قالت مصادر محلية في محافظة ريمة إن قتل وجرح مدنيين سقطوا على يد عنصر من عناصر ميليشيا الحوث الإرهابية في مديرية بلاد الطعام ظهر يوم الأحد وأضافت المصادر أن مسلحا حوثيا يدعى أحمد علي العزب أطلق النار على مجموعة من سكان قريته عقب خروجهم من صلاة الظهر ورفضهم لأداء الصرخة الخمينية الحوثية ما أسفر عن استشهاد أربعة بينهم امرأة وإصابة ثلاثة آخرين وأكدت المصادر أن المسلح المتحوث العزب عاد قبل أيام من دورات طائفية أقامتها ميليشيا الحوث الإرهابية قال مصدر أمني في مدينة عدن إن مسلحين مجهولين اغتالوا اليوم نائب مدير أمن المنطقة الأمنية السابعة في حي الشيخ عثمان وأوضح المصدر أن المسلحين الملثمين ترجلوا من سيارتهم وأطلقوا النار على العقيد عبد الكريم عبد الله الذي كان في أحد المطاعم الصغيرة في المدينة وتشهد مدينة عدن حوادث اغتيالات مستمرة ومسلسل قتل حيث سقط العشرات من المسؤولين المحليين والعسكريين وأئمة المساجد ضحايا لعصابات الموت وغالبا ما تسجل أو ما تسجل الأجهزة الأمنية تلك الحوادث ضد مجهولين من جانبه وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسر الأجهزة الأمنية برفع تقارير مفصلة حول جرائم الاغتيالات في الجنوب وملابساتها ومتابعة الجناة وأكد الميسر خلال ترأسه اجتماعا موسعا لقيادة وزارة الداخلية على رفع اليقظة وتشديد الإجراءات الأمنية للحد من هذه الجرائم وأكد الميسر على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والانضباط والالتزام باللوائح والقوانين خلال تنفيذ المهام وقال الميسر إن عودة العمل المؤسسي والنهض بالوزارة لن يتحقق إلا من خلال أداء المهام المناطة بالجميع وذلك بموجب الدستور والقانون وتطبيق اللوائح واحترام التسلسل الوظيفي والقيادي وإتاحة المجال أمام المختصين وتجنب أي تداخل بالمهام والابتعاد عن الازدواجية في العمل الذي ينبغي تنفيذه بمهنية وأمانة وشفافية وتقييمه بشكل منتظم وتفعيل الرقابة عليه وشدد وزير الداخلية على إجراء عملية اختيار المستحقين للمنح الدراسية القصيرة والطويلة والنوعية بعناية فائقة وتوزيع تلك المنح التدريبية بشكل عادل بين الجميع من أبناء الوطن بدون استثناء مع إعطاء الأولوية لأبناء الشهداء من أصحاب الكفاءات والمطابقين للشرط المحددة والاهتمام بالتدريب والتأهيل بمختلف المجالات تتواصل المعارك لليوم الرابع على التوالي في جبهة حمير بمديرية مقبن غرب مدينة تعز بين رجال الجيش الوطني من اللواء السابع عشر مشاء من جهة وبين ميليش الحوث الإرهابية من جهة ثانية مرسلنا محمد يوسف والتفاصيل مديرية مقبن غرب مدينة تعز وتحديدا جبهة حمير كأن المعارك فيها لا تتوقف والميليشيات لا تتوقف بمحاولاتها اختراق هذه الجبهة ولكنها تلاقي فوق هذه الجبال جبالا من بشر يلقنوهم دروسا بالصمود والثبات وحب الوطن والدفاع عنه لم يستطع العدو من خلالها أراد أن يستعيد بعد المواقع لكن كان رجال الجيش الوطني لهم ببرصاد وحققوا انتصارات كبيرة جدا كسروا الميليشيات من هجومها على كثير من المواقع اضطرد الميليشيات لقصف هستيري بالرشاشات المختلفة والمدفعية على مواقع الجيش وعلى المدنيين راح ضحية القصف وامرأة ورقل أيضا من شاب يعني مدني رقل وامرأة آخر هجوم شنته الميليشيات قبل يومين محاولة فيه الاستيلاء على مدرسة بلال بن رباح وتبت الحمام ونوبة الحسم وجبل القحاف والمجرجحة حاولت ميليشيات الحوثية الانقلابية ان تتقدم نحو مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تبات الحمام الا ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدوا لهجوم هذه الميليشيات فكبدوهم خصائر فادحة واستمر الاشتباكات وتكثيف النيران بين الطرفين الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا وما زالت الان متقطعة فحاولت من جميع الاتقاهات الا ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدوا هذا الهجوم ثم تقدموا واخذوا مواقع كثيرة على الميليشيات الانقلابية سيطرنا على مدرسة بلاب الرباح وما زلنا على النطنا وشحناه وميليشيا الحبودي واتبعهم من اللقاء الشعبية الفاسقين في غريدين وهذه المناطق المطلة على سائلت غريدين وما حولها وان شاء الله بإذن الله ملحورين النصر الله أكبر الله الحمد جبهة مقبن على امتدادها صامدة وثابتة في وجه ميليشيات الموت الإيرانية وتعد بوابة من بوابات مدينة تعز بإشرافها على المدخل الغربي للمحافظة وخط تعز المقاع والمقاتل هذه الجبهة هم أيضا من أبناء هذه المنطقة يحمون أرضهم وأملاكهم وأرواحهم ويقفون مع إخوانهم كل أبناء مدينة تعز قال قائد اللواء 312 مدرع قائد جبهة صرواح العميد الركن يحيى حنشل إن الميليشيا الحوثية تلقت صفعة عنيفة جراء إحباط الهجوم الذي شنته على مواقع الجيش الوطني وأكد العميد حنشل مقتل 150 عنصرا من الميليشيا الحوثية المتمردة في المعارك الأخيرة في كل من صرواح وهيلان والضيق حاول العدو مستميث أنه يحقق نصر آهم تلقى صفعات قوية من أبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح وكان الرد قاسي ولم يحقق شيء إلا أذيال الخزج والعار وجثث أبناء الشعب المغلوب على أمره فقط هذا ما حققه الحوثي في جبهة صرواح وأبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح يتمتعون بمعنويات عالية عالية تعانق السحاب جبال فوق الجبال الخسائر أنا أقدر بس في الجبهة هذا الذي جبهة صرواح المحاولات المتكررة تزيد عن 50 عنصر من عناصره تم قتلهم في جبهة صرواح ميسرة صرواح أمام المخدرة قد يزيد العدد أكثر وفي جبهة تايلان كذلك عدد يعني قد يكون قرابة 150 عنصر من عناصره أما المعدات والكذاب الذي يستهدفها الطيران والذي تستهدفها مدفعية الجيش الوطني كبيرة جدا تستمر الميليشيا الحوثية في استغلال الأطفال والزج بهم في محارقها العبثية وفي جحيم الحر الطفل علي محمد صالح زبيبة والذي ما يزال في الصف السادس الأساسي هو واحد من آلاف الأطفال الذين تأخذهم الميليشيا الحوثية الإرهابية من المدارس إلى المتارس حيث أخذته من قريته في هران بمحافظة عمران وزجت به في جبهة صرواح وتمكن الجيش الوطني من أسره وهو يقول أنه كان مع الحوثيين الذين فروا من أحد مواقعهم في جبهة صرواح وتركوه هنا هناك ماذا اسمك؟ علي محمد صالح زبيبة من حرين وش جيت أعمل؟ وجيت أسلح معنا صلى الله سلحوا؟ ماذا؟ ما رسلك؟ ما رسلك؟ ما رسلني؟ أبو مهرب؟ لا ورسلك؟ الصلاح لا مهرب وش قال؟ دولة كونكتا وتعسكر أبو مهرب أبو مهرب أبو مهرب أبو مهرب أبو مهرب أبو مهرب حرر أبطال الجيش الوطني اليوم الأثنين آخر موقع تسيطر عليه ميليشي الحوثي الإنقلابية أقصى شمال مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة إن معارك عنيفة تدور رحاها منذ صباح اليوم في ميمنة جبهة نهم وتحديدا في آخر سلسلة جبال يام شمال ضبوعة حيث تمكن أبطال الجيش الوطني من استعادة آخر المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشي الحوثية بذات المنطقة ولا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة وأسفرت المعارك عن مقتل ثلاثة عشر من الميليشي الحوثية بينهم اثنين من القيادات البارزة فيما لا تزال قوات الجيش الوطني تحاصر مجميع حوثية في آخر شعب شمال ضبوعة وتكمن أهمية تحرير هذه السلسلة الجبالية من قبل قوات الجيش الوطني في أنها ستقطع خطوط الإمداد القادمة من محافظة الجوفر الميليشي الإنقلابية المتواجدة غرب ضبوعة عبر الطرق الترابية وذلك في شمال منطقة ضبوعة إلى ذلك استهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات مواقع وتعزيزات للميليشي الحوثية الإرهابية غربي الصافح ومفرق قطبين بذات المديرية حيث دمرت الغارات ثلاثة أطقم وعربتين كما استهدف تجمعا للميليشيا غربي ضبوعة سقط على إثرها عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن الحكومة اليمنية تعمل على ثلاثة اتجاهات بدءا باستعادة الدولة ومحاربة الانقلاب والإرهاب وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الظالمة التي اندلعت بسبب الانقلاب الغاشم للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وقال وزير الإعلام خلال استضافته في برنامج بلا قيود على شاشة قناة بي بي سي العربية البريطانية إن زيارته للمملكة المتحدة كانت بهدف إيصال رسالة أمهات المختطفين اليمنيين حيث تقوم ميليشيا الحوثي بتغييب ستة عشر صحفيا منذ ثلاثة أعوام بالإضافة إلى آلاف المختطفين الآخرين وتمنع عنهم الزيارة والدواء والغذاء وتجبر أهاليهم على دفع إتاوات مالية منتظمة بمنتظمة مقابل الإبقاء على حياتهم وشدد الإرياني خلال لقائه على ضرورة تسليم ميليشيا الحوثي للسلاح الثقيل وتسليم مؤسسات الدولة للوصول إلى حل سلمي ينهي الحرب القائمة نحن لا نريد أن نفصل حوثيين عشان تكون بالصورة نحن نريد أن يتحولوا إلى حزب سياسي يتحولوا إلى حزب سياسي وإذا أراد الشعب أن ينتخبهم فلينتخبهم الشعب وأنت تملي عليهم مدى أن يكون لماذا لا تجلسون إلى طاولة واحدة الآن وتتحضرون يا أخي الكريم نحن لا نريد أبدا أن نملي على أحد شروط نحن نتحدث في إطار النظام والقانون والدستور النظام اليمني نظام ديمقراطي ومن يريد أن يصل إلى السلطة يصل عن طريق الانتخابات إذا كان الشعب يريد أن ينتخب هذه المليشيات يريد أن ينتخب الحوثيين فصندوق الانتخابات يمكن أن ينتخبوهم في البرمان يمكن أن ينتخبوهم في الحكومة يمكن أن ينتخبوهم كرئيس كل هذا متحلم في طارق الانتخابات وحول تحرير صنعاء أكد وزير الإعلام معمر الإرياني لبي بي سي إن قرار دخول صنعاء لم يتخذ بعد حرصا من الشرعية ودول التحالف العربي على حقن الدماء الأبرياء حيث أن قوات الجيش الوطني باتت تطوق العاصمة صنعاء من عدة اتجاهات للضغط على مليشي الحوثي للقبول بالحلول السياسية وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة والجنوح للخيار الشعبي المتمثل بالديمقراطية وصندوق الانتخابات وثمن الوزير الدور الكبير لدول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ودولة الإمارات العربية على دورهم الكبير في مساندة الشرعية والانتصار لإرادة وكرامة وعزة اليمنيين مؤكدا أن الهدف الرئيسي لوجود التحالف هو لمساندة الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة واختتم حديثه بالتأكيد على أن حكمة الشعب اليمني وحنكته ستنتصر في النهاية للوصول إلى حل شامل وسالم وسلام دائم ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة والشرعية الدستورية قصفت ميليشي الحوث الإجرامية مساء أمس قرى عزلة الشرنم بالعود في جبهة حمك بمحافظة الضالع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما تسبب في حالة خوف وهلع في أوساط السكان وقالت مصادر محلية أن الميليشي المتمركزة في جبل السور بمديرية الشعر في محافظة إب قصفت قرى العود بالأسلحة المتوسطة كما قصفت مواقع الجيش الوطني في قطاع منخلة يأتي هذا القصف بالتزامن مع قصف مدفعي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شنته الميليشي الحوثية المتمركزة في عزلة العذارب بمديرية بعدان على مواقع الجيش الوطني في قطاع يبار بحمك منعت ميليشي الحوثي المتمردة في مديريتي جوبا ودمت بمحافظة الضالع رؤساء ووكلاء المحاكم والنياب العامة المعينين من قبل الشرعية من أداء مهامهم الوطنية وقامت باستبدالهم بأشخاص آخرين يدينون بالولاء لها وقال مصدر القضائين الميليشي الإنقلابية منعت وكيل النياب العامة في جبن القاضي علي الحرازي ورئيس محكمة جبن الابتدائي القاضي خالد الهادي من مزاولة مهامهما واستبدلت رئيس محكمة دمت الابتدائي القاضي عبداللطيف بابكر بآخر من طرفها وكان مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في الحكومة الشرعية قام بتعيين القضاء المذكورين في إطار الحركة القضائية الأخيرة على مستوى محافظات الجمهورية نشرتنا مستمرة وفيها مركز الملك سلمان يسير قافلة إغاثية إلى واد المسيني بحضر موت تدشيل تركيب أطراف صناعية حديثة لجرح الحرب في داعس انطلقت اليوم أول قافلة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى قرى ووديان منطقة غيظة البهيش بمديرية بروم ميفع غر محافظة حضر موت وهي المناطق التي تم تحرير وها مؤخرا من سيطرة تنظيم القاعدة بدعم وإسناد من التحالف العربي في منطقة المسيني بوادي الغبر واستهدفت الحملة نحو خمسين أسر من سكان منطقة المسيني الذين نزحوا من الوادي بسبب المواجهات مع عناصر تنظيم القاعدة إضافة إلى عدد من الأسر في القرى والتجمعات الصغيرة من البدو الروحة للساكنين في الوديان والقرى التابعة لمنطقة غيظة البهيش ووديان الغبر ومدن نحن الآن على مشارف وادي المسيني هذا الوادي الذي كان مغتصب من قبل التنظيم الأرهابي تنظيم القاعدة ونحن اليوم نصل إلى هذا المناطق التي لم تصل لها سابقا أي من هذه النوع من المساعدات الغذائية بالنسبة للسلات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والإنسانية الذي يشرف عليه مباشرة الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره هي عبارة عن سلة غذائية متكاملة تحتوي على نوعا من الأرز وكذلك من الدقيقة وتحتوي أيضا على نوع من الفاصولية والمعلبات وكذلك التمور سلة غذائية متكاملة لكل أسرة متواجدة في هذه المنطقة والقرب من هذه الوادي سنستهدف الآن هذه المنطقة ثم سنستهدف البدو الرحل الذين انتقلوا من هذه المنطقة قصرا الموجودين على حافة المدخل الوادي من أسفل دشن مركز الأطراف الصناعية بمستشفى الثورة بتعز لأول مرة تركيب أطراف صناعية حديثة لمبتوري الحرب بتمويل من فاعل خير بمبلغ 34 مليون ريال نتابع بتمويل من فاعلية الخير عبر مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة وتنفيذ مؤسسة شهيد بالتنسيق مع مركز الأطراف الصناعية دشن اليوم بتعز تركيب 17 طرف صناعي ألماني حديث بحضور وكيل أول المحافظة والجهات الأخرى وعدد من المستهدفين وهم كثر من يستحقون تركيب الأطراف الصناعية منذ بداية الحرب في 2015 بلغ عدد القرحة المبتورية الأطراف سواء من تحت الركبة أو فوق الركبة أو مبتوري الطرفين عدد 519 جريح يحتاجون لتركيب أطراف صناعية تطوير مركز الأطراف أصبح لا بد منه ليصل لمرحلة إنتاج مثل هذه الأطراف الحديثة التي تكلف كثيراً وبالعملة الصعبة الأطراف الصناعية السبعة عشر التي وصلت هذه اليوم تمتدشينها في مركز الأطراف في تعز تكلف كثيراً وهي من الأطراف الحديثة السبعة عشر الطرف كلفت أكثر من 34 مليون على حساب فاعلي خير وهي من الأطراف التي لا تعمل إلا بتقنية عالية ولا يتوفر إمكانية إقراءها في اليمن مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي محافظة تعز قاهز فنياً لتصنيع وتركيب هذه الأطراف الصناعية لعدد سبعة عشر مبتور وإن شاء الله في ختمها هذه التقربة سترون كل المرضى يمشون على أقدامهم بكل أريحية وطبيعية ما زالت الحرب قائمة وما زالت محافظة تعز تتعرض للقصف والاستهداف وتزرع فيها آلاف الألغام والعبوات التي تتسبب في بتر الأطراف للكبار والصغار والنساء وخاصة المدنيين منهم في أحيائهم وجبالهم ومزارعهم لذا من الواجب العمل على إنتاج هذه الأطراف وتدريب الفرق الفني التي تعمل عليها صناعة وتركيبا وصيانة على المدى الطويل أصدر المركز الإعلامي في قيادة محور تعز تقريرا شهريا وثق فيه أبرز الانتصارات التي حققها الجيش الوطني بالمحافظة خلال فبراير الماضي والخسائر التي لحقت بميليشي الحوث الإرهابية خلال ذات الشهر إلى التفاصيل أبرز المواقع التي حررها الجيش الوطني بتعزي من ميليشي الحوث الإنقلابية خلال فبراير الماضي 2018 منطقة وسائلة أبعار قرية الأصاب منطقة الجيرات الصرمين فلال الكريفة والعصيد والفراوش الشرق الصبر قلعة لوزا باتجاه منطقة عدن جبل الكريفات الاستراتيجي المطل على تلتي السلال والجعشة وخط الحوبة لشرق المدينة تحرير عدد من المواقع في محيط جبل الوعش الاستراتيجي في الجبهات الشمالية جبل وحيد الحمام الاستراتيجي وجبل رحنق بمدرية مقبنة غرب المحافظة أجزاء واسعة من مدرية الصل تحرير عدد من المواقع في عزلة الأقروض بمدرية المسرق جنوب المحافظة أما خسائر الميليشي القنابية في تعز خلال فبراير 2018 فكانت على نحو التالي مقتلوا 613 عنصرا قتيا بينهم أربع قيادات إصابة نحو 1027 عنصرا ميليشاوية تدمير كل من أربعة مخازن أسلحة عربتي بي ام بي عربتي كاثيوشا 13 متفعا 6 رشاشات 19 طقما عسكريا إحراق ست دبابات رأس القائم بأعمال محافظ عدن الوكيل الأول للمحافظة أحمد سالمين اجتماعا في ديوان المحافظة ضم مستشار المحافظ ومدير عام مؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومدير عام مديرية الشيخ عثمان ونائب مدير مؤسسة المياه لشؤون الصرف الصحي ومدراء المنطقة والمديرية لشؤون الصرف الصحي وخلال الاجتماع الذي نوقشت فيه مشكلة الطفح المجاري في حي الهاشم بمديرية الشيخ عثمان ودع القائم بأعمال المحافظ سالمين المسؤولين في مؤسسة المياه إلى إعداد دراسة حول مشروع يتضمن حل مشكلة الطفح المستمر في منطقة الهاشم لإيجاد حل سريع ونهائي واجه سالمين المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان والإدارة المختصة في هذا الجانب سرعة القيام بأعمال تصفية وإزالة الرواسب من المناهل والأنبيب المرتبطة بها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عملية فصل منطقة الممدارة عن منطقة الشيخ عثمان فيما يخص المناهل والمجاري لتخفيف الضغط عليها ناقش المكتب التنفيذي في محافظة مأرب اليوم برئاسة محافظ المحافظة لواء سلطان العرادة عددا من القضايا التي تهم المواطنين ومستوى الخدمات العامة المقدمة والاحتياجات الملحة والرؤى التطويرية للبنى التحتية بالمحافظة وشاد اللواء العرادة بجهود المؤسسات الأمنية والعسكرية والمؤسسات الخدمية وقال إن الأمن يعد عنصر نجاح الأول في التنمية والبناء ووجه اللواء العرادة المكاتب التنفيذية بمضاعفة الجهود والرفع من وطيرة الإنجاز وتنفيذ الخطط المرسومة للعام الجاري بمختلف المجالات وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وتكامل المسؤولية بتمويل من منظمة اليونسيف للطفولة وتنفيذ مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وادي وصحراء حضر موت دشنت أعمال الدورة التدريبية الخاصة برجان الحماية المجتمعية لبرنامج الخدمات الاجتماعية وإدارة الحالة للأطفال المستضعفين في مديريات الوادي والصحراء والتي تستمر من الثالث وحتى الثامن من الشهر الجاري بمشاركة مائة وخمسين وخمسة وثلاثين متدربا من مدراء العموم والمدارس والوجهات الاجتماعية وأئمة المساجد وتمن وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهاد التميمي جهود منظمة اليونسيف وبرامجها الإنسانية المقدمة للشعب اليمني استقبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الاثنين أعضاء الجمعية الكويتية للإغاثة وذلك لتنسيق الجهود الإنسانية في اليمن ضمن حملة الكويت إلى جانبكم وعلى وقع الزيارة عقد الطرفان اجتماعا يهدف لتنسيق الأعمال الإنسانية بين مكتب الأمم المتحدة وحملة الكويت إلى جانبكم لضمان توصيل المساعدات لأكبر قدر ممكن من المستفيدين بحسب التقارير الإنسانية التي ترفعها الأمم المتحدة الخاصة بالاحتياجات واختيار المناطق الأكثر تضررا وعن ضرورة التنسيق بين الأوتشا وحملة الكويت إلى جانبكم قال مدير مكتب الأمم المتحدة أندريا رياكيا أن حملة الكويت إلى جانبكم من أهم الشركاء الذين يعملون معنا في الجانب الإنساني في اليمن وهذا اللقاء يعطينا فرصة أكبر لتوحيد الجهود في العمل في الجوانب الإنسانية كالمياه والغذاء والصحة والتعليم وغيرها واستهداف المناطق الأكثر تضررا في الساحل الغربي وجنوب تعز وأبيا وبقية المناطق من جانبه أكد رئيس اللجنة الصحية بالجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور محمد الشرهان بقوله نحن حريصون كل الحرص على التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لضمان استهداف المحتاجين في قطاعات التعليم والصحة والغذاء والإيواء والمياه بالإضافة إلى استهدافنا لمرضى السرطان حضر الاجتماع إلى جانب مدير مكتب الأوتشا والدكتور الشرهان عدد من أعضاء الجمعية الكويتية للإغاثة وعضاء الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة وتعمل حملة الكويت لجانبكم في الشؤون الإنسانية في اليمن في عموم محافظات الجمهورية فيما يلي نبقى مع متفرقات إخبارية اطلع محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي على سير عمليات الإنتاج في المصنع الوطني لشحوم السيارات والمعدات وشركة عدن الوطنية للصناعات البلاستيكية المحدودة في منطقة الرباط بمديرية توبن وجدد المحافظ تركي دعوته إلى دعوته إلى دعوته دعوته رأسمال الوطنية للاستثمار في المحافظة مؤكدا بأنها ستحظى بالتسهيلات والحماية الأمنية اللازمة احتفت مدرسة السلام بقرية الحقب في مديرية دمت الضالع بتخرج دفعة من طلاب الثانوية العامة تحت شعار معا نكمل المشوار وذلك بهدف تحفيز الطلاب وحثهم على مواصلة تعليمهم الجامعي والاستعصاء على التجهيل بيشار إلى أن الاحتفال جرى في مدرسة دمرتها الحرب الانقلابية بعد أن حولتها الميليشيا بداية المواجهات إلى ثكنة عسكرية دشنت المؤسسة الطبية الميدانية اليوم توزيع سلال غذائية على ألف أسرة نازحة ومتضررة في منطقة ذوباب بمحافظة تعز وقالت مديرة البرامج والمشاريع بالمؤسسة تمنع ويد إن هذا المشروع يأتي بذعم من برنامج الأغذية العالمي ويستهدف أربعة ألاف أسرة متضررة من الحرب الانقلابية في المخى وذوباب وفي إطار الأعمال والبرامج الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مختلف المحافظات اليمنية دشنت في مدينة عتق فعاليات برنامج التفوق الحياتي للتنمية البشرية الذي ينظمه منتدى روافد شبوة بالمشاركة مع جمعية سماء التنموية الخيرية ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدى خمسة أيام إلى إكساب أربعمائة شاب وشابة المهارات والمعارف العلمية والعملية في مجالات هندسة الحياة الذاتية والتواصل الفعال والتفكير الإبداعي والتميز نشرتنا انتهت وعود إلى عنوينها رئيس الجمهورية يشيد بالدور الأمريكي والألماني المساند لشرعية في اليمن أبطال الجيش الوطني في جبهة حمير بتاعز يكبدون ميليش الحوثي خسائر فادحة وزير الإعلام كوات الشرعية تطوق العاصمة صنعاء وقرار الاقتحام لم يتفذ بعد للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة